وكان توقف عند عام 1922 باعتبار جولة في مئة عام وكان اللحظة الكبيرة لحظة اكتشاف توت عنخ أمون مقبرة توت عنخ أمون الاكتشاف ده بالنفائس اللي لقوها المقبرة دي من القلائل اللي لم تسرق من قبل لم يتمبش فكانت محتفظة بكل رونق فلوما نشوف الصورة بتاعة توت عنخ أمون وقدامه النموذج بتاع المصر القديم في الفيلم اللي عملوا اليهود من 100 سنة فهنكتشف انه العالم بدأ يقول الله شوف يعني درجة مبتسم ومبتسم كيوت كده مش المنظر ده اللي كان يتروغ من 100 سنة للحضارة المصرية القديمة فيابدو ان ده اتشاف توت عنخ أمون انقذنا من الصورة اللماطية اللي كان نحطوها علينا بعد كده بقى بنشوف انه ازاي الموضوع ساهم في شعال الروح الوطنية يعني هنلاقي بعد كده انه نفائس توت عنخ أمون بقت في كل الصحف المصرية بعد ما ساعد باشا قدر ساعد باشا زغلول قدر يمنع هورد كارتر منه هو كان عامل احتكار للصحافة الانجليزية لناشر هزين نفائس كان ممنوع الصحافة المصرية تنشورها اكتشاف توت عنخ أمون في مصر أيضا وكانه احيا الوطنية المصرية وعلاقة المصريين بالمصر القديم فيه صورة بعد كده اهي ده اقتنياتي الصورة دي الصورة دي أصلية عندي ده ظابط مصري حبي يتصور مع السرمسيس في الأقصر ليه بقى بدأت فكرة انا مصر كريم وعنصرين الضبط انا مصر كريم وعنصرين حتى مولير المهدية عملت اغنية اسمها احنا ولاد وتعانخ أمون الله من مئة سنة هنا الصورة دي من حاجات اللي يعني بعتز بيها ليه ده تمتصرم سيس توقم تتصرم سيس اللي موجود دلوقتي في متعه في الحضارة توقموا ليه اللي موجود في متعه في الحضارة ده كان في مئة رهينة في الأساس صحي كان رجله مكسورة ملقهاش فلما حبه سنة 55 عشان يحبته في الميدان يعملوله رجل راحوا خده ده كبطرون كمودل يعني الرجل المقلدة اتخدت من التنسال ده في اللقصر ده عميد صوري بعد كده هنشوف